اشتركوا في القناة هذه المباحثات شكلت مناسبة لتأكيد على اهمية العلاقات العميقة والمتجذرة بين المغرب والقابون وكذا اواصر الاخوة وتضامن القوية القائمة بين شعبي البلدين المزيد من التفاصيل في السياق التقرير التالي بالقصر الرئاسي في ليبروفيل اجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاربعاء مباحثات مع فخامة السيد علم بونجو اوندينبا رئيس جمهورية القابون وشكلت هذه المباحثات التي توسعت لتشمل بعد ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمة بالخارج السيد ناصر بوريطا والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية القابوني السيدة يولاند نيوندا والامينة العامة لرئاسة جمهورية القابون السيد جون ايفتيال شكلت مناسبة لتأكيد على اهمية العلاقات العميقة والغنية والمتينة المتجذرة بين المغرب والقابون وكذا اواصر الاخوة والتضامن القوية القائمة بين شعبي البلدين وخلال هذه المباحثات استعرض جلالة الملك حافظه الله والرئيس القابوني وضع الشراكة الثنائية في جميع المجالات اثرى ذلك اشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بحضور رئيس الجمهورية القابونية على تسليم هبة تتكون من الفي طن من الاسمدة وتندرج هذه المبادرة التضامنية في اطار العناية التي تخص بها المملكة المغربية الفلاحين القابونيين ولسيما في ظل السياق الحالي الذي يتميز بالازمة الغذائية العالمية وصعوبات التزود بالاسمدة وتنفيذا لتعليمات الملكية السامية سيتم في اعقاب هذه العملية اتخاذ اجراءات هيكلية تمكن من تسهيل ولوج الفلاحين في هذا البلد الشقيق الى اسمدة ذات جودة واسعار مقبولة تتم ملاءمتها خصيصا لتناسب حاجيات التربة والزراعات بالمنطقة في موضوع اخر حل وزير التجهيز والمأنزار بركة امس ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء بالرباط وذلك لمناقشة موضوع الاجهاد المائية تدبير المتخذة وافاق المستقبل اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الاجراءات وتدبير التي اتخذها المغرب بهدف تصدي لظاهرة الاجهاد المائي التي تؤثر على موارده المائية هنا حاجي والتفاصيل الاجهاد المائي تدبير المتخذة وافاق المستقبل موضوع شكل محور نقاش ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة الوزير افتتح نقاشه بطرح اشكالية الجفاف التي تعاني منها المملكة خاصة خلال السنة الماضية الذي كانت له نعكاسات سلبية نتيجة الاستغلال المفرط للمياه الجوفية سنة الماضية 2022 عشنا واحد سنة خاصة وهي اكثر جفافا من 1945 الى اليوم اولا نسبة الحرارة جوزت درجة مئوية مقارنة مع المعدل السنوي ثانيا انه وقع واحد تراجع كبير دل تساقطات المطارية السيد بركة اوضح ان المملكة شهدت منذ فاتح شتنبر 2022 الى 13 فبراير 2023 تحسنا مهما على مستوى التساقطات المطارية والثلوج ممن عكس بالاجابة على الواردات المائية شتنبر الى حدود 13 فبراير الماضي وقع تحسن 96% تساقطات المطارية مقاعدة مع السنة الماضية كذلك العدد المساحة المغطاة بالثلوج اصلت الى 5720 كم مربع الوزير انتقل الى طرح التدابير المتخدة وافاق المستقبل من اجل حد من الاجهد المائي الذي تعاني منه المملكة السياسة المائية الذي اعتبرها نزار بركة تهم جميع القطاعات سريع الواترة للانجاز السدود التي هي مبرمجة بل اكثر من ذلك ركز على ضرورات الربط ما بين الاحوال المائية ركز كذلك على ضرورات العمل على اعطاء اهمية قصوى للاقتصاد في الماء ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء فضاء للنقاش حول مختلف المواضيع الرهنة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع الذي يعتبر موضوع الاجهاد المائي احداها الى الاخبار الدولية ومن مدينة اسكندرون التركية حيث يتلقى الناجون من زلزال العلاج على متن عبارة بعد ان حولتها بلدية اسطنبول الى عيادة طبية هنا في مدينة اسكندرون التركية يتلقى الناجون من الزلزال العلاج على متن قارب بعد ان حولته بلدية اسطنبول الى عيادة طبية الطباء والممرضات في هذه العبار العائمة يتعايشون مع مخلفات الكارثة الطبيعية جسديا ونفسيا ويحاولون مساعدة مرضاهم على تجاوز معاناتهم ولو للحظات اقول للناجين من الزلزال ان ما يمرون به امر طبيعي وان هذه الاعراض ستنخفض تدريجيا في بيئة امنة وهذا يهدئهم حقا الطاقم الطبي على متن العبارة يؤكد ان التركيز الان ينصب على منع انتشار الامراض وتخزين الادوية في ظل ارتفاع عدد الاشخاص الذين هم بحاجة الى المساعدات الانسانية مع بقاء العديد من الناجين بلا مأوى في درجات حرارة شبه متجمدة في الشتاء كشفت رئيسة المفوضية الاوروبية ارسولا فوندرلين خلال الجلسة العامة للبرلمان الاوروبي في ستراسبورغ الفرنسية عن عزم الاتحاد فرض عقوبات على ايران بسبب دعمها النزاع الواقع بين روسيا واوكرانيا التفاصيل مع اسمال عمرالي المسيرات الايرانية في اوكرانيا تضع طهران في مرمى حزمة جديدة من العقوبات فرضتها الكتلة الاوروبية على خلفية دعمها النزاع الدائر بين كل من اوكرانيا وروسيا مئات الطائرات المسيرة الايرانية الصنع تستخدمها روسيا في ساحات القتال باوكرانيا هي كلمات توسطت جلسة عامة لبرلمان القارة العجوز المنعقد في ستراسبورغ ادلت بها رئيسة المفوضية الاوروبية ارسولا فوندرلين وعقب مشاركة طهران في هذا الصراع اقترح الاتحاد الاوروبي ايضا فرض عقوبات على المنظمات الايرانية لأول مرة وفق ذات المتحدثة وفي وقت سابق شدد المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف على ان الجيش الروسي يستخدم الطائرات المسيرة محلية الصنع وفي سياق متصل دعت هيئات من الامم المتحدة لتوفير 5.6 مليار دولار كمساعدات لملايين المواطنين الاوكرانيين واللاجئين المتضررين من الازمة الروسية الاوكرانية شيما ابكا في المتابع في اعلان مشترك لمكتب الامم المتحدة لتنسيق شؤون الانسانية ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وجهت الهيئتان دعوة لتوفير مبلغ قدره 5.6 مليار دولار من اجل مساعدة الاوكرانيين الاكثر تضرورا من الحرب الروسية الاوكرانية وفي كلمة لمارتين غريفيت مساعد الامين العام للامم المتحدة لشؤون الانسانية ومناصق الاغاثة خلال مؤتمر صحفي قال غريفيت احثوا جميع رؤساء الحكومات والشعوب والمجتمع المدني في جميع انحاء العالم على التبرع بصخاء واضاف غريفيت ان المبلغ الذي سيتم جمعه سيخصص لأكثر من 11 مليون اوكراني لتزويدهم بالغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الضرورية الاخرى وبباناما افادت سلطات الهجرة البانامية بان ما لا يقل عن 39 مهاجرا غير نظامي لقوا مصرعهم في حادث سير خطير وقال تيئة الضمان الاجتماعي في باناما ان نحو 20 شخصا نقلوا الى المستشفى بسبب اصابات بلغة صافية عثمان والتفاصيل لقي ما لا يقل عن 39 مهاجرا غير نظامي مصرعهم في حادث سير خطير حسب ما افادت به سلطات الهجرة البانامية السلطات البانامية اوضحت ان الحادث وقع بعد سقوط حافلة تقل اكثر من 60 مهاجرا من منحدر في اسوأ حادث هجرة في تاريخ البلاد وحسب السلطات فان الحافلة التي كانت تقل مهاجرين عبر غابة دارين الحدودية الخطيرة مع كولومبيا وكانت في طريقها الى ملجأ للمهاجرين في مقاطعة تشيريمي الساحلية الغربية المتاخمة لكوستاريكا اكثر من نصف ركاب الحافلة لقوا حتفهم في الحادث بالقرب من ملجأ جوالاكا للمهاجرين وهي منطقة بها العديد من الطرق الوعرة وقالت هيئة الضمان الاجتماعي في باناما ان نحو 20 شخصا نقلوا الى المستشفى بسبب اصابات بليغة ولم تقدم سلطات الهجرة تفاصيل عن جنسيات الضحايا قائلة انها ستتواصل اولا مع الاقارب والصفارات المعنية نعود الان للشأن الوطني حيث تم استيراد ما يقارب خمسة الاف رأس من العجول الموجهة للذبح عبر المركز الحدود لملائي طنج المتوسط عودة مع صافي عثمان عملية استيراد العجول الموجهة للذبح لتزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء تتواصل بوتيرة جيدة على مستوى المركز الحدودي لميناء طنج المتوسط ومنذ بداية شهر يناير وإلى غاية اليوم تم استيراد ما يقارب خمسة الاف رأس من العجول الموجهة للذبح عبر المركز الحدودي لميناء طنج المتوسط الذي يتوفر على مصلحة بيطارية تشرف على مختلف عمليات المراقبة الصحية على الواردات والصادرات الغذائية عملية استيراد العجول الموجهة للذبح كنتم الحمد لله في ظروف جيدة حسب الوطيرة المنتظرة وحسب الظروف الصحية الشروط الصحية التي يمسطر لها المكتب الوطني السلمة الصحية المنتجة الغذائية ويتم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية للحيوانات معينة الأبقار المستوردة من خلال معينة حالتها الصحية وفحص الوثائق الصحية المرافقة لها وفي هذا السياق فإن استيراد الأبقار الموجهة للذبح سيحافظ على الأبقار المحلية من أجل إعادة التوازن لسلسلة القطيع الوطني وبالتالي دمان عودة الأسعار إلى مستواها وبالرباطة جرى أمس التوقيح على اتفاقية شراكة بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقوضات وموظفي العدل والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي لتدبير دور الحضانة بالمقرات والمرافق التابعة لوزارة العدل التفاصيل في تقرير التالي بهدف التعزيز من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظفين والتوفيق بين حياتهم الخاصة والمهنية بالإضافة إلى إضفاء بعل إنساني على أنشطة ومرافق وزارة العدل جرى التوقيع على اتفاقية شراكة بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقوضات وموظفي العدل والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي لتدبير دور الحضانة بالمقرات والمرافق التابعة لوزارة العدل هذه الإحداث جاء لكي تكون فضاءات العمل مناسبة توفر للعملين بها أريحية في العمل وذلك عندما تكون فلدات كابلية قريبة منها يمكن لها أن تشغل في دورف جيدة ويمكن لها أن تعطي أكثر بالنسبة للقطاعات التي تشغل بها ومن شأن هذه المبادرة المساهمة في تخفيف العبء عن الأمهات والآباء الموظفين بالوزارة حيث أن جميع الفاعلين مستعدون للانخراط في هذا المشروع ووضع خبراتهم وإمكانياتهم رهن إشارة الوزارة من أجل إنجاحه إساس المغربين هو التعليم الأولي اليوم في جربتها الطويلة والمهمة في مجال التعليم الأولي كتوضع تشريب جارة هنا إشارة هذا المشروع عديد للوزارة العدل وهذه بداية إن شاء الله والذي سيستفدونه بطبيعة الحال الطفولة المغربية وهذا كان خارط في إطار الاهتمام الكبير لصاحب جنة صلى الله بالإنسان بالمواطن المغربي هذا وتمع لها مش حفل توقيع الاتفاقية تجين ودار حضانة للأطفال بالمقر المركزي لوزارة العدل بالرباط رياضياً أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إجراء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لمباراة ودية أمام نظره المنتخب البرازيلي في الخامس والعشرين من شهر مارس المقبل على أرضية الملعب الكبير لتنجا كل التفاصيل فيما يخص بلاغ الجامعة مع عثمان الطاهري ما بعد دخولهم مربع الكبار في المونديال لم يعود للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم المجال أن يلاعب صغار بل دخل خانة الكبار موعد يجمعه بمنتخب السامبا البرازيلي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحدثت في بلاغ لها أن الأسود ستواجه منتخب السامبا المسنف الأول عالمياً في الترتيب الزمان في الخامس والعشرين من مارس المقبل المكان أرضية الملعب الكبير بمدينة تنجا في حدود العاشرة ليلاً يأتي ذلك في شهر رمضان الكريم الموعد الثاني يجمع الأسود بالبيرو يوم الثامن والعشرين من مارس على أرضية ملعب أتليتيكو مدريد ميترو بوليتانو بالعاصمة الإسبانية في التاسعة والنصف ليلاً بتوقيت المحلية ما بعد الإنجاز الكبير لأسود الأطلس في كأس العالم بقطر وخطفهم للأنظار يكون المنتخب مرة أخرى في مواعيد كبيرة خصوصاً تلك المباراة التي سيقارع فيها منتخب السلساو في عروسة الشمال طنجا فكل التوفيق لأسود الأطلس وفورجة ممتعة للجمهور المغربي الخبر الرياضي كان آخر مواد نشرتنا تفاصيل وفع أخبار المغربي والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني وعبر مواقع التواصل الإشتماعي كذلك تحييركم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر